بيان اتحاد الكرة القدم فيما يخص لجنة الاستئناف انتهت الآن لجنة الاستئناف ما بين قصين التظلمات برئاسة السيدة المستشار عادل الشرباجي وعضوية كل من السيدة المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل السابق السيدة المستشار عمر الفاروق اسماعيل مساعد وزير العدل السابق من نظر الاستئنافات الاربعة المقدمة من النادي الاهلي واللاعب محمود عبد المنعم كهربا ونادي الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والاخلاق وكذلك مناقشة الدعوة القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الاداري بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والاخلاق والقرارات الصادرة منها وقررت اللجنة الآتي وقف نظر الاستئنافات الاربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد له جلسة 14-5-2023 في الدعوة رقم 48268 لسنة 77 قضاء اداري اذا دي كانت قرارات لجنة الاستئناف طيب معناه ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه اللي يهمنا احنا كنادي اهلي وككهربا ان الكهربا حيكون متواجد في يوم 5-5 مع النادي الاهلي كهربا حيلعب بشكل طبيعي لغاية يوم 14-5 لان لجنة الاستئناف وقفت كل الاجراءات الخاصة او القرارات المطعون عليها وكذلك القرارات المطعون عليها اللي هي ايه وقف نظر الاستئناف وكذلك القرارات المطعون عليها قرارات المطعون عليها اللي هي كانت ايقاف كهربا 12 مباراة وغرامة مليون جنيه وبقية القرارات اللي موجودة هناك وخلينا ننتظر ايه اللي حيحصل هذه اللجنة قضائية وده بيان صادر منها وبالتالي أنا قريت لحضراتكم البيان هو بيان واضح كل يهمني فيه ان كهربا حيكون متواجد مع النادي الاهلي بشكل طبيعي لغاية يوم 14-5 بعد 14-5 حنشوف ايه اللي حيحصل عموما ده كلام يعني او ده قرارات اللجنة مرة اخرى خلينا اراها الحضرات وقف نظر الاستئنافات الاربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14-5 2023 في الدعوة رقم كذا لسنة 77 قضاء اداري